أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملؤ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعوذن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجال الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وضين قومنا بالحق وأنت خير فاتحين وقال الملؤ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغلوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوهم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات رب ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغدة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم مركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم مأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمر مكر الله إن القوم الخاسرون أولم يهدل الذين يريثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصابنهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون ومرئه فولموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببجنة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي تعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناطرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحل عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرضه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحل عليم وجاء السحارة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحار أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصار فإذا هي أتلقوا ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فاغلبوا هنالك وانطلبوا صاغرين وألقي السحارة ساجدين قالوا آبنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتفرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لا أقطعن إيديكم وأرجلكم من خلافه ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منطلب وما تنطم منا إلا أن أمننا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صدرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أذنا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آن فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما قائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والأمل والطفاتع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دعو لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنقسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينقثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستطعفون بشارق الأرض ومغاربها التي بارتنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل المحر فأتوا على قوم يعقفون على أصنام لهم قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلها قال إنكم قوم تجهدون إن هؤلاء متبروا ما هم فيه غاطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم عن العالمين وإذ أنجيناكم من آل في العرب يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمرناها بعشر فتم مقاط ربه أربعين ليلة فقال موسى لأخيه هارو نخلفني في قومي وأصدح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لمقاطنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لم تراني ولكن انظر إلى الجمل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجمل جعله ذكا وخر موسى صعيقا فلما أفق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قامك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء وإلا آخرة حبيطوا تعمالهم لن يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد طلوا قالوا لإن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكون من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غبان أسفان قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن قام استضعفوني وكانوا يقتلونني فلا تشبت بي الأعداء ولا تجعل لي مع القوم الظالمين قال ربي اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سيالانهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك ناجز المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لا غفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها غدى ورحمة للذين هم لربهم يرهم واختار موسى قومه سبعين رجلا لمقاتلا فلما أخذتهم الرجل فتقال ربي لو شئت أهلكتهم منه قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاقفلنا وارحمنا وأنت خير غافلين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويقطون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتبا عندهم في التوراة والإنجل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويطاع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إذن رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وقلباته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قام موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أماما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قامه أن يطرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس بمشربهم وظللنا عليهم الغمامة وأنزلنا عليهم المن والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وقلوا منها حيث جئتم وقولوا حطة ودخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسدين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعرضون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنذين الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب مئس بما كانوا يفسقون فلما عتموا عما نه عنه قلنا لهم كونوا قراظة خاسين وإذ تأذر ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسوبهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغصور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلغناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف وريث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا عن الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتاقنا الجبل فوقهم كأنه غلت وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتغلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يردعون واتلوا عليهم نبأ الذي آتناه آياتنا فأنسلهم منها فأتبعه الشيطان فكان من الغامل ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلاد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فأقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل للقوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعجن لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضر أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسن فادعوه بها وذعوا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خنقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمني لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إنه إلا نذير المبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد قترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضر الله فلا هادئ له واذرهم في تغيالهم يعمهون يسألونك عن الساعة عيان مرساها قل إنما علمها عند ربه لا يجلها لوقتها إلا هو ثقلة السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا غر إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير وما مسني السوق إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما أتغشها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعو الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لا نكوننا من الشاكرين فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم من الهدى لا يتبعكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أرثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألا هم أرجل يمشون بها أم لهوا أيدي يلطشون بها أم لهم أعين يرصرون بها أم لهم آذار يسمعون بها قل دعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تغضرون إن ولي الله الذي نسل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينصرون إليك وهم لا يبصرون أذي العفوى وأنق بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزم فاستعد بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم قائف من الشيطان تذكروا فيداهم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتيهم بآيتهم قالوا لولا جيت بيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهداه ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنسطون علكم ترحمون وادقوا ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغتوب والآصار ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول أتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين ذكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم ودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ونوكلها المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني مبدكم بألف من الملائكة مغففين وما جعله الله إلا بشرى ولترمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز الحكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليضبط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فذبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بناء ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقك الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولي بلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم أن الله موهد كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون عدو ولن تغني عنكم في أدكم شيئا ولو كثرة أن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله رسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قادوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله صموا البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيه الخيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معجبون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللقصوا لإذا دعاكم لما يحجيكم واعلموا أن الله يحول بين المرق وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستطعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيذكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة فتنة أن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويخفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطن علينا حجارة من السماء أو اتناب عذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاته عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم يصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسفة ثم يغلبوا والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث منه على بعض فيرمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتة ويكون الدين كله لله فإن اتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم